هذا وقد هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وأكدت الكنيسة القبطية أن ثورة يوليو تعد إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن مشيرة إلى أن ثورة يوليو المجيدة أعادت مصر لأبنائها ومنحتها الاستقلال ليحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم